السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكعربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور التاسع Science with the Steady State Power Calculation وما زلنا مع الجزء الرابع Appearance Power and Power Factor وسنقوم إن شاء الله في هذه المحاضرة بمزيد من التطبيقات لفهم Appearance Power والPower Factor إذن في هذا المثال عندي load عندي حمل يمر فيه طيار كعربائي بهذه القيمة وبين طرفيه جهد كعربائي المطلوب مني في السؤال أي استخراج Appearance Power ثم Power Factor ثم هذا الحمل ما هو النوى أو ما هي مكونات هذا الحمل إذن بالنسبة للـ Appearance Power عندي التيار الكعربائي في الـ Time Domain وعندي الجهد الكعربائي في الـ Time Domain نعرف أنه الـ Appearance Power S ماذا تساوي؟ تساوي هي الضرب بين الـ RMS Value للجهد و للطيار الكعربائي والـ RMS Value هي تساوي الـ Amplitude على جذر إثنان كذلك الطيار الكعربائي الـ RMS للطيار هي الـ Amplitude على جذر إثنان هذه الـ Amplitude للطيار وهذه الـ Amplitude للجهد إذن نقوم بالعملية الحسابية لنتحصر على Appearance Power 240 Volt إمبير الآن السؤال الثاني واستخراج الـ Power Factor لهذا الحمل إذن نعرف أنه الـ Power Factor هو Cosine الفرق بين زاوية الجهد وزاوية التيار الكعربائي هذه إذن زاوية الجهد وهذه زاوية التيار الكعربائي الفرق بينهما يعطيني قيمة الـ Power Factor والمقصود بالفرق بينهما يعني Cosine زاوية الجهد ناقص زاوية التيار الكعربائي كذلك نستطيع استخراج قيمة الـ Power Factor عن طريق احتساب Z الإمبيدنس إذن الزاد ماذا تساوي هي الـ V على الـ I ننتبه الـ V دائما هنا هو هو Frequency Domain إذن Frequency Domain هو Amplitude وزاوية كذلك للطيار الكعربائي وAmplitude وزاوية أقوم بالقسمة لأتحصل على الإمبيدنس في البولار فورم وكذلك أكتبها في الـ Rectangular فورم إذن الـ Power Factor نستطيع قلنا استخراجه عن طريق احتساب الإمبيدنس اللود إمبيدنس وهو ماذا يساوي يساوي Cosine زاوية الزد هنا زاوية الزد هي سالب 30 ديجري نقوم بالCosine لهذه الزاوية لللود إمبيدنس لنتحصل على Power Factor وهو الذي هو نفسه استخرجناه بالطريقة الأولى الآن السؤال الأخير لهذا المثال إذن قمنا باحتساب Power Factor كذلك قمنا باحتساب الزد الآن هذه الزد ما هي مكوناتها استخرجنا قيمة الإمبيدنس ولاحظ هنا أنها تتكون هذه الزد من حقيقة وتخيل بالنسبة للحقيقة ماذا تمثل هي تمثل Resistor هذه R أما التخيل هو X إذن الزد قلنا ما دائما تساوي هي R زايد أو ناقص X هنا X نلاحظ أنها جات negative وبالتالي هي Capacitance كم قيمة هذه C نرف أن X C هي سالب واحد على omega C عندي قيمة omega وهي meet by هذه omega وبالتالي استخرج قيمة المكثف وتكون هذه load impedance تتكون من مقاوم R وهو الحقيقة هنا للزد أما التخيل فهو يمثل لي هنا X C لو كانت موجب لكانت XL لكن هنا هي سالب وبالتالي فتكون مكثف قيمة مكثف هذه الرياكتنس قيمتها هي 212 42 مايكرو فراد المثال الذي يليه عندي دارة كهربائية فيها مقاوم أول مقاوم ثاني ومكثف هذه voltage source مطلوب مني استخراج power factor وكذلك average power إذن بالنسبة للسؤال الأول كيف سأستخرج هذا power factor لهذا circuit إذن سوف أستخ سوف أقوم ب استخراج قيمة Z لهذا circuit ليصبح عندي الدارة الكهربائية هي voltage source مع Z هذه Z equivalent إذا ماذا تساوي Z عندي هنا الأربعة هذه R هذه XC وهذه R أخرى إذن هذن parallel وهم بالتسلسل مع قيمة 6 ON لها تحصل على قيمة Z هذه Z في rectangular form وكذلك في polar form هنا عندما استخرجت Z يسهل لإستخراج power factor وهو مطلوب السؤال الأول وإذن قلنا هو cosine angle لمن ل Z هذه Z كم زاويتها قمنا باستخراج عن طريق polar form وأستخرج إذن قيمة power factor لهذا circuit الآن كم قيمة average power average power رأينا أن تساوي قيمة الرمس value للجهد ضرب التيار الكهربائي ضرب power factor power factor استخرجناه في السؤال السابق الرمس سهل استخراجها مباشرة هي إذن هنا هذه الامبليتيود أو هذه الرمس value للجهد حيث أن الرمس هنا أعطيت عن طريق الرمس value وبالتالي هذه 30 ديگري هي مباشرة هي الرمس value قيمة التيار الكهربائي الرمس value للتيار الكهربائي هي قيمة الجهد على Z الرمس value للجهد الكهربائي هي موجودة في السيركوت قيمة Z استخرجناه في السؤال السابق نقوم بالقسمة لأتحصل على قيمة التيار الكهربائي إذن أطبق الآن القانون الأفريج power التي تعطى لي من السورس هي الرمس هي 30 ضارب الرمس استخرجناها بعد حل هذه المعادلة ضارب الpower factor هو من السؤال السابق لتقوم هذه الأفريج power ماذا تساوي 125 وات كذلك أستطيع استخراج الأفريج power عن طريق قيمة الresistance لهذا السيركوت ضارب الرمس value تربيع قيمة الرمس قمنا باستخراج هنا أما قيمة الر من أين ستستخرج هنا عندي الر وهنا الر فننتبه هنا قيمة الر هذه هي الر للز لإمبيدنس قمنا في السؤال الأول باستخراج الز وقلنا الز أنها تتكون من الر و x إذن قيمة الر استخرج نها وهي تساوي 6.8 هي التي تستعمل في هذا القانون لأتحصل على قيمة نفس قيمة الأفريج باور في الطريقة الأولى ترجمة نانسي قنقر